قال تعالى في محكم كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم من مضيف الشيخ العام نايف أحمد الفرخان شيخ عشرة البهزيم وقبائل الأنبار في هذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل إلى أهلنا وأبناء عمومتنا في الجنوب بشكل عام وأخص بالذكر أبناء الديوانية الكرام وأخص بالخصوص قضاع عفك بأهله شيوخه ورجاله ونسائه وساداته على ما أبدوه من موقف إنساني رائع عندما أقام مجلس عزاء على روح أبناء عمومتنا أكرم هذه عجاج نتقدم بعشائرنا وقبائلنا هؤلاء المتجمهرون في ديوان البهزيم نقول الشكر والتقدير والمحبة لهذه العشائر الكريمة من عشائر الديوانية وأخص منهم قضاء عفك هؤلاء الرجال وهؤلاء السادة وهؤلاء علية القوم والكفاءات وكل الجماهير الذين قاموا بمجلس عزاء في قضاء عفك وإنما هذا لا يدل إلا على المحبة والتآخي بين عشائرنا الكريمة في العراق الغالي العراق الموحد عراق المحبة والسلام وكي نثبت للعالم أجمع بأن لا فرق بين الشمال والجنوب ولا فرق بين الشرق والغرب ولا فرق بيننا كأسر عشائرية عريقة نحن هذا الجمع الكبير يكون كل الاحترام والمحبة لهذه العشائر الطيبة حيث كان نازحا هناك ووجد ما وجد من حفاوة وأحباب وأصدقاء وكانوا يترددون هم يترددون إلينا باستقبالهم بحفاوة عالية وهو كان يذهب إليهم عندما قدر الله وكان ذاهبا إليهم ثم حصل إليه حادث قضاء وقدر بانقلاب سيارته ومما أدي إلى الوفاة لذا نحن مجتمعون لرد الشكر والتقدير والامتنان